اشتركوا في القناة فما حقيقة هذا التصنيف اكى الموقع المختص ان منتخب الجزائر سيتراجع للمركز الرابع في ترتيب افضل المنتخبات الافريقية خلف المتصدر السنغال وملاحقه المباشر تونس بالاضافة الى منتخب المغرب الذي لم يصل الى هذه المرتبة منذ زمن طويل وتلاوت صفحات اخبارية وحسابات على موقع التواصل للاجتماعي فيسبوك تصنيف موقع فوتبول رانكينج على انه اخر تصنيف للاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا وعلى الرغم من فوز المنتخب الجزائري امام النيجر فانه لم يحقق حسب موقع فوتبول رانكينج اي تقدم في التصنيف الموقع المختص للمنتخبات لشهر اكتوبر في انتظار نتائج الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا في لال الايام القليلة القادمة وبررت وسائل اعلام رياضية التصنيف الجديد بامتلاك المغرب لالف وخمسمائة واربع عشر نقطة في تصنيف الفيفا بفضل انتصاراته الاخيرة وهو ما يفسره صعوده الى المركز الثالث قرية متفوقا على الجزائر التي كسبت عشر نقاط فقط بعد فوزيها على النيجر واصبح في رصيدها الف وخمسمائة وتسع نقاط من جهته استغرب الصحفي الرياضي نجم الدين سيد عثمان عن سبب التراجع قائلا رغم فوزين كاسحين الخضر يتراجعون الى المركز الرابع افريقيا وقال سيد عثمان الغريب انه برغم فوزين كاسحين على النيجر بعشرة اهداف سيخسر اشبال الماضي مرتب قرية وسيتراجعون الى المركز الرابع قرية لصالح منتخل المغرب الذي صار ثالثا بعد السنغال الاول وتونس الثان اما نيجيريا فخامسا ومسر ثادسا بفارق معتمر عن الفراعنة يصل الى 61 نقطة وفي انتظار التصنيف الرسمي للفيفا يسعى منتخبا للجزائر والمغرب للحفاظ على مكانهما في قائمة افضل خمسة منتخبات افريقية في التصنيف الشهري الفيفا لان ذلك سيمكنهما من التواجد في المستوى الاول في للاسح بقرعة الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022 ترتيب المنتخب الجزائري عالميا نقطة تصنيف الفيفا الجديد ينهي الجدل وفي تصنيف الفيفا الاخير الذي صدر في 16 سبتمبر 2021 حافظ المنتخب الجزائري على مركزه الثلاثين عالميا والثالث افريقيا في الترتيب الاخير للفيفا وذلك بعد الفوز على جيبوتي والتعادل مع بوركينافس في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022 بقطر وعلى الساحة الافريقية حل المنتخب الجزائري ثالثا وراء كل من تونس 25 عالميا والسنغال 20 عالميا وبالتالي بقي الخضر ثاني اقوى منتخب عربي وفق هذا التصنيف بعد تونس ما حقيقة تصنيف المنتخب الجزائري السابع عالميا والاول افريقيا وتلاوت صفحات وحسابات على موقع التواصل للاجتماعي في اسوب بوك حديثا خبرا مفاده ان الخضر حل في المركز السابع عالميا والاول افريقيا وعربيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجديد تحق موقع مسبار المتخص في متابع الاخبار الزائفة من الخبر وتبين انه زائف فلم يحتل المنتخب الجزائري المرتبة السابع عالميا والاول افريقيا وعربيا في تصنيف التحاد الدولي لكرة القدم اذ بحث مسبار في موقع الفيفا ووجد ان اخر تصنيف كان قد صدر في 12 اوات احتل فيه محارب والصحراء المرتبة الثلاثين عالميا والثالثة افريقيا والثانية عربيا يواصل المنتخب الجزائري سسلة المباريات المتتالية دون هزيمة وبلغ بعد تعادله الاخير مع منتخب بوركينا فصوضن تصفيات القارة الافريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 فكانت مباراته ال 29 دون خسارة ليحتل بذلك المركز السابع في سسلة المباريات دون هزيمة غير ان هذا التصنيف ليس له علاقة بتصنيف المنتخبات المعتمد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم